وآن وصلنا إلى فقرتنا الأسبوعية القضايا العربية في الصحف الألمانية يسحبنا فيها هذه المرة الزميل عز الدين زرق العين أهلا بك عز الدين شكرا يوسف ونخصصها اليوم لإعلان سيسي ترشحه رسميا لمنصب الرئاسة في مصر فتحت عنوان المرشح الخطأ قالت سونيا زكري في صحيفة زيود دويتش تسايتونغ آخيرا أعلن سيسي ترشحه للرئاسة بكل تواضع ولآخر مرة ظهر بالزي العسكري إلا أنه سيبقى رجل الجيش بامتياز ويحد كثيرون الأمل في أن يجلب الجنرال لاستقرار لمصر وأن تكون أحكام الاعدام الجماعية وتعصف الشرطة والتحرض الإعلامي مجرد شر مؤقت لا بد منها لكن ليس هناك ما يشير إلى أنهم على حق في توقعاتهم تضيف الصحيفة وقالت فرانكفورت غونتشاو أن وصول السيسي إلى الرئاسة سيعيد مصر إلى النظام القديم نظام ليس فيه مجال للحرية أو الديمقراطية وأضافت مع أن العديد من المصريين ينظرون إليه بمثابة المنقد من حكم الإخوان إلا أن شعبيته تراجعت في الآوينة الأخيرة بشكل ملحوظ وهذا يعود من جهة إلى أن العديد من المصريين يرون أن الحكومة بالغت كثيرا في حملتها ضد المعارضة لكن تراجع شعبيته يعود أساسا إلى ازدياد الفقر في صفوف المواطنين المصريين الذين خابت آمالهم في انتعاش الاقتصاد بعد الإطاحة بمرسي في ظل تظهور وتعمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وفي صحيفة ديتاتس قال الكاتب كريم الجوهري نسيسي مطالب بثلبية ثلاثة شروط إذا أراد تحقيق الأمال المعقودة عليه أولا أن يحقق المصالحة في ظل استقطاب سياسي حاد وهذا مشكوك فيه حتى وإن كان شخصيا مقتنعا بذلك لأنه سيضع نفسه حينها في مواجهة جزء كبير من الأجهزة الأمنية ثانيا أن يخرج البلاد من عزلتها السياسية وهذا مستبعد بسبب أحكام الاعدام السورية التي صدرت بحق 529 شخصا وأضفت الصحيفة الشرط الثالث هو أن يحرك الاقتصاد وفي هذه الحالة لا يمكن أن يرهن السيسي إلا على أموال الخليج بيد أن سد الثغرات المالية بمساعدة السعودية لا يمكن أن يستمر إلى الأبد لأن لا أحد في دول الخليج يرغب في منافسة قوية على الزعامة الإقليمية من مصر وعما يعني انتخاب السيسي رئيسا لمصر تقول ديفالت إذا دخل السيسي القصر الرئاسي فإنه لن ينسى خدمة معييده أما عما يعنيه بالنسبة لبقية المصريين فتقول الصحيفة قد يكون زمن الدكتاتورية العسكرية والدولة البوليسية قد انتهى في مصر بعد الصورة لكن البلد لن تكون بمنأة عنهما تحت حكم السيسي المهم والحاسم هو ما سيقدمه لمصر عندما يعيد إليها الهدوء والاستقرار إذ ستتاح له الفرصة حينها أن يدخل التاريخ باعتباره مصلحا في مجالي الاقتصاد والسياسة تختتم الصحيفة نكتفي بهذا القدر ونعود إلى يوسف وسمح شكرا شكرا شكرا